الحقيقة كابتن رقوف عبدالقادر رد على بعض الكلام اللي مش صحيح اللي بيتقال من انبارح وهو انه الجهاز الفني لفريق سلة الاهلي لما طالب انه يطبق اللوايح كانت نتيجة لتدخل البعض من مجلس ادارة الاهلي خدوا بالكم اللي كانوا متواجدين في الملعب لكن كابتن رقوف هنا صحح الكلام وقال ايه ان ده مش صح وما حصلش كده ده من قريب ولا من بعيد وانما ده انضام عمل ثابت في النادي منذ عشرات السنين يعني هذا القرار في مثل هذه المواقف بيكون راجع للجهاز الفني هو اللي بيعترض وهو اللي بيتحرك وبالتشاور مع الادارة العليا للنشاط الرياضي كامنان كابتن رقوف كان بيتكلم عن انه المطالبة بتطبيق اللوايح ما كانش بدافع تواجد اي من اللاعبي الزمالك من اللعبات الاخرى زي ما انتو شايفين كده بصالة المباراة لان دي كلها امور يعني من الاخر كده الاهلي ما بيبصلهاش ولا مسؤولين الاهلي يعني يلتفتوا ليها اصلا يعني عند اتخاذ اي قرار تحديدا وانما الاهلي النهاردة لما بيتحرك اتحرك زي ما قال بناءا على الخطاب اللي تلقى من اتحاد كرة السلة النهاردة بيؤكد رفض القاطع لأي من الحضور الجماهيري في كافة المباريات وتفويد المرائف في الغاء اي مباراة هو ده اللي حصل فعلا حال اي مخالفة مباراة حصل مخالفة وده فعلا اللي جرى امبارح في النهاية كابتن رقوف كان بيكلم عن نتيجة المباراة وهو ده اللي همانا الحقيقة يمكن النهاردة هو في كلامه طم من جماهير الاهلي بان فيه الامور اللي زيدية والحالات المشابهة في الغالب ما بتحتاجش التفسير لان كل الوقائع الممثلة واللي جرت فيه السابق يعني او ممثلة قام اتحاد السلة بالفعل باحتساب نتيجة المباراة ضد الفريق اللي بيتجاوز بطبيعة الحال النهاردة عندك نادي تجاوز الجماهيره والمصلحة الفريق المنافس يعني النهاردة انت هيتم اعتبار الاهلي فايز وده اللي حصل فعلا بالفعل وانتصرت المبادئ في الاهل يعني زي منقول دائما المبادئ هي اللي بتنتصر صحيح هو طبعا هي موضوع موضوع هو ليحة وقوانينه دايما النادي الاهلي دايما هو يعني بيحب دايما مش ده المصلحة طبعا فرقتنا ودفعا عن فرقتنا لكن كمان على مستوى المصلحة العامة لما بيكون فيه ليحة وتتطبق بشكل كبير على الكبير وعلى الصغير هو ده اللي بيخلي المسابقة تستمر ايا كانت المسابقة تقول قدم سلة طايرة يد اي حاجة فالنادي الاهلي دايما حريص اولا على انه يدافع عن حقوق وكمان عن ده بيترتب عن حقوق كل الاندية ومصلحة كل الاندية اشتركوا في القناة